دولة الجزائرية راح دائماً لاجتماعية الدولة الجزائرية دائماً يعني مجانية الشواطئ مشغل 2014 كل عام تؤكد الدولة الجزائرية على مجانية الشواطئ مجانية الشواطئ باهيفة من المشاهد الكريم هي مجانية الولوج إلى الشاطئ لأنه كثير احنا من المستهلكين اللي يتصلوا بنا يقول لك انتو ما تقولوا مجانية الشواطئ هاو الباركينج باركينج حاجة ركن السيارة حاجة والولوج إلى الشاطئ حاجة أخرى لأن بعض البلديات تعمد إلى كراء مواقف للسيارات للخواص يخدم أثناء فصل الصيف من أجل زيادة إرادات البلدية وهذا أمر مسموح قانونا ويحق للبلدية كراء هذا الموقف للخواص من أجل لركن السيارات بطريقة منظمة هنا للأسف شديد ينزوج أجزاء المواقف المصرح بها والقانونية لتكره البلدية وفيها أشخاص يعني مصرحين قانونيين عندهم تذاكر للتوقف وهذا الأمر قانوني والبلدية تحدد السعر من 100 إلى 200 دينار التذكرة لازم يكون فيها طابع مختومة وفيها التاريخ وما إلى ذلك يعني بأمر نظامي يوجد الشق الآخر الذي نحاربه هو المواقف الغير نظامية للأسف بعض الشواطئ يستولى عليها مجموعة من المجرمين ولا مجموعة من الأشخاص يقوموا بابتزاز المستهلك بفرض أنه يدفع إتاوة أركن السيارة وهما ما عندهم حتى صيفة وما عندهم حتى دخل شباب أبناء المنطقة أكيد تلقوا ناس معتادين عليها وطريقة يعني فرضهم لإتاوة أركن السيارة تكون فيها نوع من الخشونة نوع من التهديد نوع من يعني نحكيها بالعامية بالقزولة ويخليك تدفع غصبا عنك هنا نقوله للمستهلك ما تدخلش مباشرة لأنه تدخلك مباشرة مع هذو الأشخاص قد يوديك إلى عواقب غير حميدة ولا غير محسوبة وشوفنا يعني سنوات سابقة وصلت حتى الجائم قتل لذلك نحن نهول المستهلك أنه في مثل هذه الحالة يقوم بتقديم شكوى رسمية لأقرب مركز تعدارك وطني موجود في المنطقة وهما رح يدخلوا أكيد بعدها نجي لقضية المواقف النظامية ما فيها إشكالية مدامك حصلت على التذكرة فهذا الأمر يعني قانوني ويعني لما نقوله مجانية الشواطئ ما نقولوش الركن مجاني لأنه كل بلدية وعندها خاصية طيب بالحديث على مجانية الشواطئ وش هي الشواطئ اللي تدخل ضمن هذا القرارة أكيد هذه نقطة مهمة جدا بها نقولو أنه جميع الشواطئ الغير محروسة هي الشواطئ ممنوع السباحة فيها ولماذا ممنوع السباحة فيها لأنه منلقوش فيها الحماية المدنية منلقوش فيها التغطية الأمنية يعني أي شخص يروح للشاطئ غير محروس لأنه كل عام تمد وزارة الداخلية تمد مجموع قوائم الشواطئ المحروسة وشواطئ الغير محروسة تخلض ضمن هذا القرارة المركبات السياحية لا المركب السياحي المركب السياحي يكون عنده شاطئ خاص لأنه أيضا القانون يسمح للخواص باستئجار يعني جزء من الشاطئ في القانون حاجة نقطة مهمة يعني أقرها المشرع أنه ما يحتلش الخاص سواء فندق سواء يعني خواص في شركات سياحية وما إلى ذلك ما يحتلش كامل الشاطئ يكون عنده جزء من الشاطئ وباقي شاطئ يحافظ على مجانيته ويعني مجانية الولوج إليه هنا الناس لما تقول الشاطئ مجاني صحيح أن شاطئ مجاني لكن جزء من الشاطئ في حالة وجود مركبات سياحية أو يعني فنادق وما إلى ذلك في هذه المنطقة لأن القانون يسمح له أنه يأخذ جزء معين وفي فترة الاستياف فقط